في الجلسة الأولى ما قبل افتاح سوق الأسهم السعودي والبداية مع أغلاق السوق خلال تدولات الأسبوع الماضي واللي شهدنا فيها تراجعات جدا قوية على المؤشر بـ 24 في النقطة المائوية فقد السوق ما يقارب 193 نقطة ليغلق دون مستويات الثمانية ألاف نقطة المؤشر أغلق بنهاية جلسة يوم الخميس عند مستويات 7914 نقطة ولأول مرة منذ تأسيسية السوق المالية تغلق الشركات بنهاية الربع الأول نتائجها المالية على تراجع إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الشركات سجلت تراجع نتائجها المالية خلال الربع الأول بـ 16 في الـ 125 مليار ريال كانت النتائج خلال الربع الأول 42 شركة سجلت خسار خلال الربع الأول أكثر من 90 شركة سجلت تراجع في الأرباح خلال الربع الأول اللافت في تدولات الأسبوع الماضي أن السوق حافظ على مستويات إيجابية خلال الفترة الماضية وكذلك حتى مع بداية الربع الثاني ولكن بنهاية جلسة تقريبا يوم الأربعة فقد السوق بمستويات 8000 نقطة وليشهد عليها خسار جدا قوي ولكن بنهاية جلسة يوم الأربعة السوق اكتسب اللون الأخضر كان وقت تعويق بسيط جدا بنسبة الخسار إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه قفز السوق المقرب 36 نقطة ولكن ما زال دون المستويات الإيجابية بنسبة المؤشر ويغلق بنهاية جلسة يوم الخميس عند مستويات 7914 نقطة اللافت أيضا كذلك خلال دولة الأسبوع الماضي هو تراجع السيولة فقدنا أربعة مليارات ريال أيضا كذلك القيمة السوقية فقدنا 35 مليار ريال لأصبحت القيمة السوقية بنهاية جلسة يوم الخميس عند تريليون 870 مليار ريال كذلك بالنسبة إلى قيم التداول الشهد عليها تراجع ب17% خاصة إذا كنا تداول خلال الأسبوع الذي سبق عندما يقارب 23 مليار و500 مليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي أغلقنا بنهاية جلسة يوم الخميس قيم تداول مجمعة بما يقارب 19 مليار ريال وتراجع ب17% فقدنا ما يقارب 4 مليارات ريال أيضا كذلك الأسهم المتداولة شدSt عليها تراجعات وأيضا كذلك بالنسبة إلى عدد الصفقات والتي شدcarت تراجع خلال تدورات الأسبوع الماضية ولكن يأتي هذا في ظل يأتي الأداء السلبية بالنسبة للسوق هنا كل عديد من العوامل لربما بعض المحهنين يرث تأثير واضح بالنسبة على المؤشر أبرزها الأحداث الجيوسيسية وكذلك فرض عقوبات بالنسبة على النووي الإيراني وتأثيره المحتمل بالنسبة له على الأسواق كذلك بالنسبة لأحداث المحلية وهو يأتي في مقدمتها تراجع الشركات واللي شهدنا أنه كانت الشركات بنمو في بداية إعلان الشركات واللي كان يفوق السبعة في المئة ولكن بعد اكتمال إعلان نتائج خلال الربع الأول شهدنا التحول من الأداء الإيجابي والنمو إلى الخسار كما ذكرت قبل قبل 16% سجلنا ما يقارب الـ 25 مليار ريال في رغم أنه محافظة القطاعات القيادية في السوق على النتائج الإيجابية إذا ما خذنا في الاعتبار أنه قطاع المصارف سجل ارتفاعات إيجابية بما يقارب السبعة في المئة خلال الربع الأول 11 بنك سجل نتائج إيجابية بنك واحد فقط كان يسجل عنه تراجعته البنك الأول يأتي هذا كذلك في ظل أنه شهدنا بداية الأسبوع الماضي في جلسة يوم الأحد افتتح المؤشر عند مستوىات الثمانية ألاف وما يقارب المئة نقطة شهدنا تراجع واضح بالنسبة خلال ارتفع المؤشر في ثلاث جلسات تراجع في البقية كما ذكرت أدن نقطة شهدناها خلال تدورة الأسبوع الماضي كانت بجلسة يوم الأربعاء إذا تسجل المؤشر ما يقارب سبعة تلاف وثمانمائة وإحدى عشر نقطة كأدنى نقطة حققها المؤشر في حين كذلك أنه كان أعلى نقطة عند مستوىات ثمانية ألاف ومئة وواحد وسبع نقطة كانت الارتفاعات الإيجابية بما يقارب الثمانية أشار في النقطة الأولية كما ذكرت قبل قليل قيمة تداول شهدنا عليها تراجع أيضا كذلك عدد الصفقات شهدنا عليها تراجع الصفقات شهدنا عليها تراجع بأربعة عشر في المئة أيضا كذلك الأسهم المتداولة شهدنا عليها تراجع بأحدى عشر في المئة وإلى ما يقارب الثمانمائة وستة وثمانين مليون سهم فقدنا ما يقارب الثمانية مليون سهم خلال تداولات الأسبوع الماضي كما ذكرت آياتي هذا كذلك في ظل أنه أغلاق السوق دون متوسط تداولات الواحد وعشرين يوم كذلك دون حاجة ثمانية ألاف نقطة ربما يارى بعض المحلين هذا يقوله تأثير سلبي بالنسبة على أداء السوق خلال الفترة القادمة كذلك تشكل نقاط دعم مهمة للسوق خلال الفترة القادمة إذا ما خذنا فيها الاعتبار أنه النتائج كان لها تأثير سلبي وضاغط على أداء السوق خلال الفترة الماضية